طبعا عموما مسألة الجمال أمر النسبي أحيانا بعض الناس قد يرى الفتاة ولا يرغب فيها وينصرف عنها وبعضهم يراها فيعجب غاية الإعجاب ويرى أنها بارعة الجمال فالجمال مثل ما يقولون أمر النسبي يعني قد يكون بالنسبة إلي أن هذه جميلة وبالنسبة لفلان أنها غير جميلة ويقولوا ولو اتحدت الأذواق لبارة السلع لو كل الناس يحبون نوع معين من مثلا من النساء شكل معين أو نوع معين من الدكورات أو نوع معين من الأجهزة لا رخصت السلع الأخرى وضاعت ولم يشتريها أحد فالله تعالى جعل الأمر يعتمد على أذواق الناس كذلك إضافة لما ذكرها ابن نائف يعني يحرص الشاب على أن ينظر في أهلها ينظر في أخلاق أهلها في أخلاق إخوانها لأن هؤلاء عائلة سوف يرتبط بهم أيضا إذا يسر الله تعالى واختار الفتاة يعني وعقد عليها لا بأس أن يعتني أيضا بإصلاح ما لا يعجبه منها إن كانت عندها أخلاقيات ما تعجبها أو مثلا عندها تقصير في شيء معين فيحاول أن يعالج ذلك ويدعو الله تعالى أيضا بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر